يثير مشروع سد الممرات الثلاث في الصين الجدل وتختبره الطبيعة الآن حيث تجاوزت مياه السد الناتجة عن الأمطار الغازيرة قدرتها على إطلاق المياه الزائدة فيما السلطات الصينية واثقة من أنها لن تفشل صحيفة صينية رسمية قالت إن ذروة تدفق المياه على السد العملاق المقام على النهر يانكتسي أطول أنهار الصين ستكون أعلى مما حدث عام 98 عندما قتلت فيضانات مدمرة أكثر من أربعة آلاف شخص وأجبرت 18 مليون آخرين على النزوح عن ديارهم ويسمح سد الممرات الثلاثة حاليا بحوالي 49 مليون لتر من المياه في الثانية وهي أكبر كمية منذ افتتاحه بينما يتدفق 75 مليون لتر في الثانية إلى البحيرة في الجزء العلوي ويمكن للسد الذي يبلغ طوله حوالي الكيلومترين أن يمرر ما يصل إلى 98 مليون لتر من المياه في الثانية إلى منطقة تجميع المياه والتي تقع تحت 110 أمتار ولكن بعد ذلك يجب فتح جميع الحفر البالغ عددها 55 حفر ولم يحدث هذا حتى الآن لأن المناطق المنخفضة ستواجه فيضانات كارثية وشغل سد الممرات الثلاثة في عام 2006 وهو أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم وتؤكد الحكومة الصينية للسكان أن السد يمكنه الحفاظ على ضغط المياه والكثير من نشطاء البيئة وحقوق الإنسان يؤكدون أن الصين ستكرر الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها في سدودها المحلية في إطار سعيها ليحياء بناء السدود في العالم حيث تحتضن الصين نصف سدود العالم الكبرى وراحت تصدر خبرتها في الطاقة المائية إلى بلدان العالم النامية فالشركات والبنوك الصينية انخرطت في صفقات بمليارات الدولارات لبناء سدود كبيرة في عدة بلدان بالرغم من عزوف بلدان كثيرة وهيئات دولية عن بناء السدود وتنشط الصين في بلدان عدة مثل جنوب شرق آسيا المجاورة حيث تنخرط 21 شركة صينية في 52 مشروعا للطاقة المائية وفقا لدراسة مسحية أصدرها عام 2007 منتدى تطوير وتنمية الطاقة الصينية الآسيوي ويقول معارضون لبناء تلك السدود الكبيرة إن عدة سدود أصغر حجما كانت كفيلة بمنع الفيضانات بصورة أفضل وخلفت آثارا أقل ضررا إلى أن الصين تصر على بناء السدود العملاقة رغم أن الاهتمام بها تلاشى في بعض الفترات بسبب اتضاح نتائجها البيئية ويطالب نشطاء البيئة الصين بتبني معايير دولية للمسؤولية الاجتماعية والشفافية التي تشكل جزءا مهما من الجدل الواسع حول مساعدة الصين إلى العالم النامي الصين التي تصر على نجاحها في تخطي عقبات ما ستخلفه العوامل الطبيعية خاصة أن مياه الأمطار الغزيرة تجاوزت قدرتها على إطلاق المياه الزائدة تثير عدة تساؤلات عن مصير السدود التي بنتها خارج أراضيها خاصة أنها إلى اللحظة عجزت عن التصدي للفيضانات وتكابر لتلاف ما قد يحدث في القريب العاجل الصين في المرحلة الحالية فتحت أبواب الأزمة أمامها على مصرعيها خاصة مع أزمة كورونا وتجد نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي في صناعة تتصدرها بامتياز لكن ماذا سيحدث إذ فشلت الصين في هذا المشروع يتساءل المراقبون حيث تلقي المخاوف والمخاطر من هذا المشروع الضوء على سدود أخرى ومشاريع ضخمة بناها الصينيون حول العالم ترجمة نانسي قنقر